يعني اسمح لي سيد الرئيس قبل ما هبدأ العرض يعني أنا هتكلم عن جزئية أعتقد أنها ممكن تفسر كتير من العرض الفترة من 2011 إلى 2023 نقدر نقسمها من ناحية المالية والاقتصادية إلى أربع فترات 2011-2013 وأنا أعتقد أنه تقال كتير عن اللي حصل في مصر 2011-2013 وأثر على الوضع المالي والاقتصادي للدولة المصرية من كل المؤشرات اللي اتقالت الحمد لله 36-2013 كانت نقطة فارقة قدرت تخدنا لمرحلة أخرى المرحلة الأخرى كانت تحدي بتاع 2013 لغاية 2016 لأن الفترة دي يعني كل المؤشرات الاقتصادية استمرت في المعاناة واستمرت في الأثار السلبية لما حدث من 2011 إلى 2013 استمر التضخم واستمر البطالة واستمر تواضع معدلات النمو الاقتصادي واستمرت لأنه الاقتصاد بياخد فترة وكمان الفترة دي وبرغم أن يعني 2013 و2014 كان هناك يعني بعض المنح من الأشقاء ولكن كان الاقتصاد نفسه مش قادر أنه هو ينطلق إلى أن جاءت 2016 ويمكن سيادتك تكلمت عن اللي حصل في 2016 لما الجميع قال لابد من إصلاح اقتصادي والإصلاح الاقتصادي مش هيكون سهل والإصلاح الاقتصادي هيكون فيه ألام والجميع أو المعظم تخوف من هذا وسيادتك تكرت زي في اجتماع كان بيجمع معظم الاقتصاديين أو المسؤولين عن ملفات الاقتصادية وأيضا ملفات الأمنية عن ضرورة عمل الإصلاح الاقتصادي وأنه كانت الغالبية متخوفة من أصاره وألامه حيث مرة تانية بعد 30-6 وفي نوفمبر 2016 قلتني هاخد القرار واتحمل المسؤولين لأنه لابد أن يكون فيه إصلاح اقتصادي عشان نخرج من الوضع اللي احنا فيه ده وخدت القرار وحطيت يعني أملك على ربنا ثم على أن الشعب المصري حيتحمل وهيقبط طريق للخروج من هذا الوضع اللي كنا بنعانيه وبالفعل حصل وحصل وبدأنا نتحرك وبدأنا نشوف الأسار وبدأنا نشوف معدلات نمو وانخفاض بطالة وانخفاض تضخم واستقرار في أسعار الصرف وبدأنا نشوف السلع متوافرة وبدأنا نشوف استقرار في أسعار السلع وبدأ العالم يتكلم عن مصر مصر بدأ بزغ ومصر بقى تنجم ساطع دي كانت كلمة مديرة صندوق النقد الدولي لدولة رئيس مجلس الوزراء قلت له مصر بقى تنجم ساطع في مجال إصلاح الاقتصادي لأنه كل المؤشرات وكله ماشي في اتجاه إلى أنه الدولة بتعود اللي حصل لها من 2011 إلى أن جاء الوباء في 2020 وتذكر سيادتك دعيت الاجتماع يوم 5 إبريل 2020 للمجموعة الاقتصادية وقلت العالم بيقفل المطارات والمواني والبلاد بتقفل المصانع بتقفل المحلات بتقفل وكان هناك شعور بيننا كلنا أن سيادتك الآن على ما حققنا من نتائج إصلاح الاقتصادي يا طرى الوباء والأزمة دي هتاكل واتطيع كل اللي عملنا هيكون لها أثار كان سؤال حضرتك لينا كلنا كل واحد يقول رئيطه إن كان تقدير موقف بعدنا كان بيقول نقفل زي بقية دول العالمة ما قفلت وندي للناس فلوس بعدنا بيقول مش هنقدر مش هنقدر نقفل الاقتصاد لأنه المساحة اللي عندنا احنا مرينا بأزم ما حدش حس بها في آخر 2018 أسمة الأسواق الناشئة دولة الرئيس عارف ولكن ما حسش ليه لأن الاقتصاد كان بيقدر يتحمل صدمات وعدناها وما حدش حس بها في البلد أزمة 2018 من سبتمبر لديسمبر أزمة الأزواء الناشئة وأثرت علينا لكن قدرنا لأن الاقتصاد قوي وكان بدأ يتحمل الصدمات ساعتها سيادتك قلت طب هنعمل إيه ده كله بيقفل السياحة قفلت كل المنتجعات والفنادق قفلت المصانع بتقفل مفيش صادرات ومفيش تصدير وكان القرار هنقفل جزئي مش هنقدر نقفل كل عشان نقدر نتعامل مع الوباء ومع الأثار بتاعته سيادتك يوم أخذت قرار قلت هندخ دس حزمة اجتماعية 2% من ناتج المحلي 150 مليار هي بعد كده راحت لـ 200 مليار وقطاعات اللي اتأثرت وقفلت قلنا هندعمها خسرنا في السنتين دولة 400 مليار جنيه وفقهم صرفنا إضافة 200 مليار وكان التركيز على الصحة عشان التعامل مع الأثار بتاعت الوباء بس وحدتك كنت بتسألنا أنا فاكر سألتني هو المالية العامة للدولة تقدر تتحمل الوضع ده المدة دي أنا كانت إيجابتي لسيادتك سنة بعدها هيبقى فيه معاناة مش هنقدر نتحمل الوضع ده لو الوباء ده والوضع ده استمر سنة وما كناش عارفين الباقيين هيتصرفوا في زي ما كناش عارفين إن في دول هتضخ مليارات وتريليونات سيولة على الرغم من المصانع مقفولة والمواني مقفولة والدنيا مقفولة والسيولة دي هيبقى لها أثار ما كناش عارفين إن الشركات البترول وشركات الشحن والنقل وإخلافه اللي هيعمل خسائر هيبقى عاوز يعوض بعد كده ما كناش عارفين إن الموجة التضخمية دي بعدها أو السيولة دي مع التراب سلاسل الإمداد بعد ما قامت البلاد وبدأت تتحرك هيعمل موجة تضخمية جديدة والسياسات النقدية تتدخل برفع أسعار الفايدة فيكون النتيجة الأموال تتحول من الأسواق النشأة للأسواق اللي بقت أسعار الفايدة فيها عالية وتكون النتيجة إن عملات الدول النشأة تبدأ تعاني 54 دولة أفريقية لم تنجو دولة منها من انخفاض قيمة عملتها ما كناش عارفين إن أسعار البترول اللي ما كانش حد يلاقي يشتريه أثناء الأزمة وكانوا بيقولوا بيتباع بالسالب إنها توصل يوم في يوم من الأيام تبقى بـ 144 دولار للبرميل ما كناش عارفين إن الطن للأمح اللي كان بيتراوح 240 دولار للطن يتجاب بـ 550 دولار للطن عشان كله قافل ما كناش عارفين ده كله وما كناش عارفين إن في حربها تقوم وهيكون أثارها مدمرة لكن اللي حصل إن إحنا كنا عمليين بنأمل إن الكورونا تنتهي وييجي الفاكسين عشان نتعافى ونسترد عفيتنا ونكمل تاني كان سيادة الرئيس برضو سألنا يومها هنعمل إيه؟ هنكمل؟ هنعمل في المشروعات؟ ولا هنعمل إيه؟ وكان الإجابة ما نقدرش نقفل بيوت الناس سيادة قلت مش هنقدر نقفل بيوت الناس خلوا المشروعات شغالة بس ناخد حزرنا الطبي لكن الناس تفضل شغالة عشان الناس دي دخولها وإيه أكل عيشها وكملنا فقدنا 400 مليار وصرفنا أكتر 200 مليار وضخينا أموال علشان نكمل المشاريع وتفضل الناس شغالة على أمل إنه بعد ما يفظر الفاكسين اللي اشترناه بمئات الملايين من الدولارات هنقدر نتعافى ونسترد عافية ده ما حصلش ما حصلش علشان بدل برميل البترول اللي حطوا في الموازنة ب60 دولار بقنا بنجيبه ب120 و130 و140 والنهار ده ب97 وإحنا إمكانياتنا وقدراتنا 60 بنجيب من 150 إلى 170 مليون برميل في السن بنجيب 9 إلى 10 مليون طن أمح لما يكون كنا بنجيبه ب200 و130 أو 220 أو 250 غير لما نجيبه ب500 و500 ونلاقي الأموال خرجت من الأسواق النشأة بما فيها مصر حوالي 23 مليار دولار في أسابيع معدودة بتخرج كل ده ضغط علينا ضغط علينا في أموال خارجة ضغط علينا في تدبير أموال زيادة علشان نجيب الحاجة بدأ في سعرها كل ده حط الاقتصاد المصري وحط مستوى معيشة المواطنين وحط الجنيه المصري تحت ضغط أنا بحاول أجاوب لأنه كنا تصوراتنا نقدر نستحمل سنة أكتر من كده هنعاني وما كناش عارفين ده كله ما كناش عارفين ده كله اللي إحنا بدأنا معاه تزداد التأثيرات السلبية ليه أنا عشان أفصل الأرقام بحاول أقول اللي إحنا مشينا به